مرحبا وضحياتي إلى جميع سورين كيركاكارد طبعا قبل وجودية هو فيلسوف الدنمارك الكبير فسورين هو من طينة أولئك العباقرة الذين وهبوا قدرة التعبير والذين امتلكوا تقنية التعبير وفن التعبير من خلال كلمات قليلة جدا لكن تختصر ربما ما لدى الآخرين من معلقات ومطولات لا تنتهي وفيما يلي باقة مختارة من كلمات وعبارات سورين هذا الوجود المتفرد هذا الوجود الأصيل هذه الذات الحرة القلقة الحائرة والتي زفرت برد فردانيتها في صحراء الوجود القاحلة فيقول سورين كيركاكارد بكلماته وبأسلوبه ماذا لو أن كل شيء في هذا العالم عبارة عن سوء فهم ماذا لو أن الضحك في الحقيقة هو عبارة عن بكاء يبحث الإنسان عن السعادة ليهرب من خوفه وقلقه الحياة ليست مشكلة لتحل بل واقعا ليعاش القناعة هي الوجه الملون لليأس يقول سورين استمع إلى صراخ الأم وهي تضع وليدها وانظر إلى صراع الرجل مع الموت وهو يحتضر ثم أخبرني هل من يبدأ هكذا وينتهي هكذا هل حقا خلق للسعادة كلما زاد الوعي زاد اليأس إنهم يكذبون ويصرقون ويغشون ويغتصبون ووسط ذلك كله يسعون وراء الله بكل شغف بدأ الحريق في المسرح خلف الكواليس صعد المهرج إلى المنصة ليحذر الجمهور من الخطر ظنوا أنها مسحة وبدأوا بالتصفيق فكرر المهرج التحذير وهو يصرخ ازداد التصفيق والتهليل في القاعة ربما سينتهي عالمنا بنفس الطريقة على وقع تصفيق وتهليل حمقى يعتقدون بأن هذه مجرد مسحة حين يبدأ الشعب بصناعة وإنتاج النقطة فأعلم أنه بدأ يشعر بالجوع والفقر من الأفضل أن تجرب شيئا وتفشل من أن لا تفعل شيئا وتنجح الحياة لا يمكن فهمها إلا بالعودة للخلف لكن لا يمكن عيشها إلا بالتقدم للأمام تزوج وستندم أو لا تتزوج وستندم أيضا اضحك من تفاهة العالم وستندم أو ابكي بحرقة منها وستندم كذلك اشنق نفسك وستندم أو لا تشنق نفسك وستندم بكل الحالات ستندم هذا هو جوهر كل الفلسفة أيها السادة كل ما أريد قوله هنا هو أن ما يسمى بالدين في أيامنا هذه هو تماما ما جاء يحاربه الرسل لو حاولت إثبات إيماني عبر الأدلة العقلية لبقيت في حالة قلق مستمرة ودائمة خوفا من أن يظهر خوفا من أن تظهر حجة أخرى جديدة مفاجئة لتنسف برهاني روح شقية روح شقية استيقظت في الجحيم وهي تصرخ كم الساعة الآن فأجابها الصدى إنها الأبدية تنفق الأم عشرين عاما لتجعل من ابنها رجلا ثم تأتي امرأة أخرى لتجعل منه أحمقا في غضون عشرين دقيقة فقط أين أنا؟ أين أنا؟ من أنا؟ وكيف أتيت إلى هنا؟ ما هو هذا الشيء الذي أسميه العالم؟ وكيف أتيت إلى هذا العالم؟ ولماذا لم يستشرني أحد؟ وإذا كان مفروضا علي أن ألعب دورا ما فيه فأين من يديره؟ أريد أن أرى؟ ربما 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 هذه الربمات أصابتني بالجنون وكلما ازدادت الربمات وكلما ازدادت الربمات ازددت جنونا كلما عانى المرء أكثر سيزداد لديه شعور بالسخرية من كل الحياة الحقيقة هي مصيادة لا يمكنك الحصول عليها من دون الوقوع في الأسر أكثر حالات الوجود إيلاما هي أن تتذكر المستقبل الذي لن تعيشه أبدا في الواقع هناك طريقتان للخداع الأولى هي تصديق ما هو غير صحيح والثانية هي رفض تصديق ما هو حقيقي إذا رأيت رجل دين أصبح غنيا بعد أن كان فقيرا معدما فاصرخ بأعلى صوتك يوجد هنا لص الناس يطالبون بحرية التعبير كتعويض عن حرية الفكر التي نادرة ما تستخدم وماذا يعني الموت في نهاية المطاف ماذا يعني الموت في نهاية الأمر توقف بسيط على الطريق يحدث للمرء مرة واحدة في كل حياته وشكرا إلى اللقاء